بس أنا عايز أفكركم بحاجة مهمة أننا لما بنضرب أي عدد أو حتى كسر اعتيادي في واحد صحيح أو في كسر اعتيادي مكافئ للواحد الصحيح بيكون ناتج الضرب مساوي للعدد أو العامل نفسه على سبيل المثال مثلا لو ضربنا 763 في واحد هيديني نفس العدد اللي هو 763 طب لو ضربنا 5 في واحد برضو الناتج هيكون 5 طب لو ضربنا 3 في 2 على 2 هنكتب هنا مثلا 3 في 2 على 2 هيساوي كامل الواحد في 2 ب2 وتلاتة في 2 ب6 والكسر 2 على 6 بيساوي أو مكافئ للطولت وممكن كمان نجيب كسور تانية مكافئة للطولت باستخدام عملية الضرب لما نضرب البسط والمقام في نفس العدد ممكن نضرب الطولت في 3 على 3 والناتج هيكون 3 على 9 وهكذا نقدر نجيب عدد لا نهائي من الكسور وكلها كسور مكافئة للكسر طولت تعالوا نطبق ده في المسائل اللي عندنا من رقم 2 لرقم 5 عايزنا نكون 5 كسور على الأقل تكون مكافئة لكل كسر اعتيادي من اللي مكتوبين قدامنا أول كسر عندنا 2 على 3 علشان نجيب الكسور المكافئة هنضرب مثلا في 2 على 2 طيب لما نضرب في 2 على 2 هنضرب البسط في البسط والمقام في المقام 2 في 2 ب4 و3 في 2 ب6 يبقى اللي 4 على 6 مكافئة ل2 على 3 وبنفس الطريقة لما نضرب في 3 على 3 هنضرب البسط في 3 يبقى نضرب 2 في 3 هيدينا 6 و3 في 3 هيدينا 9 يبقى الكسر اللي عندنا 6 على 9 مكافئ للكسر 2 على 3 ولما نضرب في 4 على 4 هيدينا الناتج اللي عندنا 2 في 4 ب8 و3 في 4 ب12 ويبقى الكسر 8 على 12 برضو مكافئ للكسر 2 على 3 وبنفس الطريقة لما نضرب 2 في 3 في 5 على 5 مثلا هيكون الناتج 10 على 15 وال10 على 15 مكافئة لل2 على 3 لو عايزين كسور تانية ممكن نضرب في 6 على 6 هيكون الناتج مثلا 2 في 6 ب12 و3 في 6 ب18 12 على 18 وبنفس الطريقة تعالوا نحل رقم 3 هنلاقي فيه فراغ في البداية وبعدين مدينا الكسر 2 على 4 عايز قبله كسر بيكافئه و4 كسور بعده تفتكروا علشان نجيب الكسر اللي قبله وبيكافئه هنستخدم برضو عملية الدرب نقدر نستخدم الضرب أو نستخدم الاسمة بس دي أنسبها للجزء التاني من تعلم فهنضرب برضو في أي كسر مكافئ للمحايد الدربي وهو الواحد الصحيح ممكن نبدأ نضرب في الكسر 2 على 2 علشان نجيب الكسر الأول يبقى البسط اللي هو 2 هنضربه في 2 هيدينه 4 و4 في 2 هيدينه 8 ممكن بعد كده علشان نجيب كسور تانية نضرب في الكسر 3 على 3 أو في 4 على 4 المهم في أي كسر مكافئ للواحد الصحيح مثلا تعالوا نضرب في 5 على 5 اللي 2 في 5 ب10 والي 4 في 5 ب20 يبقى العشر على العشرين برضو بيكافئ الـ 2 على 4 وهكذا نقدر نضرب أي كسر من اللي احنا حلناهم في أي كسر مكافئ للواحد الصحيح علشان نجيب كسور كتير مكافئة للكسر الأصلي اللي هو ربعين تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأوا الآن